راتق الشمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادة الأكارم نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية والبداية من عنوينها من السليمانية صالح يؤكد للكاظم وجود فرصة تاريخية لحل المسائل العالقة بين المركز والإقليم الأمم المتحدة تجدد دعمها لإجراء الانتخابات المبكرة وتؤكد وقوفها مع العراق بالمجالات كاف لنزع السلاح غير المرخص واعتقال المطلوبين الرد السريع ينفذ عملية إنزال جوي بأهوار ميسا الصحة تشخص أربعة ألاف ومئتين وأربع وخمسين إصابة بكورونا وثلاثة ألاف خمسمائة وتسعة وسبعين حالة شفاء أهلا بكم من جديد وهذه تفاصيل النشرة وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظم إلى محافظة حلبشة في إطار جولة بمدن إقليم كردستان للتوصل إلى تفاهمات مع القوى الكردية حول المشاكل المختلف عليها وكان الكاظم قد وصل إلى أربيل أمس في أول زيارة له للإقليم للتباحث حول مختلف القضايا العالقة بين بغداد وأربيل ترجمة نانسي قنقر هذا وبحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظم مع رئيس الجمهورية برهم صالح وعدد من القيادات الكردية في السليمانية القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة فضلا عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية وأكد الكاظم خلال اللقاء أن العراق اليوم أمام فرصة تاريخية في أن يتجاوز كل عثارات الماضي وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل من جانبه أثنى رئيس الجمهورية على جهود الكاظم وفريقه الحكومي ساعي إلى الإصلاح مبينا أن سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كل المحافظات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش مع محافظة السليمانية عددا من القضايا العامة وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظم استمع إلى إجاز قدمه المسؤولون المحليون عن واقع المدينة الخدمي وأبرز القضايا العامة فيها هذا هو من المقرر يلتقي رئيس الوزراء مع أبرز القيادات السياسية في المحافظة لبحث جملة من الملفات العالقة استمرارا لزيارته إلى إقليم كردستان العراق وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة السليمانية لإكمال لقاءاته بالمسؤولين المحليين وإنهاء أبرز الملفات المتعلقة بالمحافظة ومسألة المنافذ الحدودية والأوضاع العامة بها هناك أشرات الملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل بشكل عام منها البياشمارقة منها الرواتب منها المنافذ الحدودية منها مسألة وجود القوات التركية والمعسكرات التركية داخل الأقليم كردستان منها كيفية تمتين العلاق منها إعادة المدخلات القمرقية إلى بغداد يعني هناك أشرات الملفات القادمة فزيارة السيد الكاظمي هي لبدء أو لبدء في كيفية حسم تلك الملفات التي ما زالت عالقة وتحمل هذه الزيارة أهمية كبيرة خاصة بما يتعلق بتوحيد الصفوف والمواقف لمواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود التكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والتي تصب جميعها في خدمة أبناء الشعب العراقي بالتأكيد زيارة الكاظمي إلى أقليم كردستان ومحافظات الإقليم وخصوصا منافذ الحدودية والطلاع على مطالب المواطنين في تلك المحافظات هي زيارة مهمة وتصب في صالح إنهاء الملفات العالقة بين المركز وأقليم ومعالجة الخلافات التي طالت لسنوات لذا أعتقد بأن الصورة الآن باتت واضحة لدى الحكومة العراقية ولدى حكومة الإقليم كون يعرف واجباته وحقوقه وأعتقد بأنه في المرحلة المقبلة سنشهد حلحلة هذه الملفات ترحيب كبير من قبل كافة الأوساط هنا في محافظة السليمانية بزيارة رئيس الوزراء خاصة مع الحراك السياسي المتعلق بنهاية كافة الملفات العالقة بين المركز والإقليم من السليمانية سيف حقي العراقية الإخبارية كما زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضريحة رئيس الجمهورية الأسبق الراحل جلال طالباني في مدينة السليمانية وكان في استقبال الكاظمي بافل طالباني ولاهور الشيخ جينجي الرئيسين المشتركين لاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس القياد للاتحاد وكتب رئيس الوزراء في دفتر الذكريات الموجودة على الضريحة كلمة للراحل طالباني قال إنه يزور قبر أحد عظماء العراق ومؤسس النظام الديمقراطي الذي تعلم منه كثيرا وأضاف أن مام جلال سوف يذكره تاريخ بكل فخر واعتزاز الكاظمي قال للصحفين إن الراحل الطالباني كان رمزا للجميع ولعب دورا كبيرا في بناء العراق الجديد والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالفلاحين الكرد الذين نظموا أمام مطار السليمانية الدولي وقفة طالبوا خلالها بمستحقاتهم المالية عن المحاصيل الزراعية التي سوقتها الحكومة الاتحادية وبحث معهم موضوع المستحقات المالية وعد بإيجاد حل الله وحول زيارة الكاظمي إلى قليم كردستان ينضم معنا مباشرة في الستوديو المحلل السياسي الدكتور منافل موسوي الدكتور السلام عليكم بداية كيف تقيم الحوارات التي أجراها رئيس الوزراء مع المسؤولين في الإقليم ثم ما هي الانطباعات السياسية حيال هذه الزيارة أستاذ صادق بالبد أني أحييك وأحيي جميع مشاهدي ومتابي قناة العراقية يعني نعتقد اليوم الحكومة تسير بخطوات على ربما على أكثر من اتجاه بينما يعني تحاول من حلحلة الأزمات الداخلية وبالتأكيد المشاكل ما بين الأقليم والمركز هي مشاكل مرحلة من قبل الحكومات السابقة وليست مشكلة حكومة السيد الكاظمي لكن اليوم السيد الكاظمي بذهاب إلى الأقليم أراد أن يعطي رسالة أولا أن الحكومة متفاهمة لهذه المشاكل وسائية لحل حلتها وفق ما يتحدث بها الدستور والقانون وفق الآليات المسموحة لها بالتأكيد الأزمة هي ليست أزمة أقليم فقط الأزمة هي أزمة عراقية اليوم العراق يمر بمجموعة من الأزمات على رأسها ربما الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية ولكن مع ذلك الرئيس الوزراء يريد أن يجعل حالة من التوازن حينما يذهب إلى البصرة ويريد أن يحلح المجموعة الإشكاليات الموجودة مثل عملية سحب سلاح العشائر عملية فرض القانون عملية عادة هيبة الدولة عملية تسيطر على الميناء أيضا يريد أن يعطي رسالة إلى الأقليم بأن الأقليم هو جزء من العراق وهذه القضايا من الممكن معالجتها من خلال الحوار ومن خلال الحديث ومن خلال الوصول إلى نقاط يعني يتوافقها أو يعني كما موضوع في الدستور لحل حالة هذه الإشكالية طيب دكتور إلى أي مدى ممكن أن تمهد هذه الزيارة إلى وضع أرضية لاتفاق ينهي المشاكل العالقة بين بغداد واربيل بشكل نهائي أنا مو أستاذ صادق نتحدثنا قلنا أن المشاكل هي مشاكل مرحلة يعني المشاكل هي لم تأتي بزمن حكومة سيد الكاظمي بالتالي يعني عملية حل حلتها تحتاج ربما إلى مجموعة من الوقت بالإضافة إلى مجموعة من الحوارات ووفق يعني وفق مكانية الحكومة العراقية وتعرف هناك البعض يعترض مثلا أن الإقليم استطاع خلال الفترة السابقة يعني أن يتميز من خلال بناء لبنى تحتية جيدة من خلال يعني التطور الأمراني الكبير الذي نشده سواء كان في الأقليم بصورة عامة في أربيل والسلمانية وبالتالي البعض ربما يتحدث أو ينتقد الحكومات السابقة بأنها كانت يعني تعطي الأقليم على حساب المحافظات الجنوبية بالتالي يعني المسألة ليست بهذه السهولة لكن بالتأكيد الحوار يعني يحلحل هذه الإشكاليات يعني أبرز الإشكاليات دكتور تتعلق بموضوع النفط والمنافذ الحدودية يعني هذا الموضوع هل من الممكن أن يصل الإقليم مع الحكومة الاتحادية على نقطة التقاء؟ بالتأكيد يعني أنا أعتقد خصوصا بهذا الموضوع يعني بالنتيجة يعني في مسألة النفط وفي مسألة المنافذ الموجودة فيها الأقليم بالتالي هي تمثل واردات للحكومة العراقية بالمقابل يعني الأقليم اليوم لاحظنا مثلا الفلاحين يطالبون بأموالهم نتيجة المحاصيل التي تم تصديرها أو تم أعطاها إلى الحكومة المركزية أيضا رواتب الموظفين رواتب البينشبرغة بالتالي يعني كما يطالب الأقليم المركز بأن ينفذ ما عليه من مسؤوليات بالتأكيد الدسور أيضا يفرض على الأقليم أن يجعل واردات النفط لدى الخزينة العراقية بالإضافة إلى المنافذ الحدودية وأعتقد أن التوصل إلى نقاط وسطية في هذا الموضوع ممكن يعني من الممكن أن تكون جهات مشتركة من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب وأيضا من البيش مرقة لإدارة هذه المنافذ أضافة إلى أن السيد الكاظم يعني لديه مشروع اليوم هو يعني جلب شركة عالمية لتحديد أو لتقليل الفساد الموجود في هذه المنافذ وبالتالي أيضا يعني على الأقليم أن يلتزم بيعني بما عليه من قضايا يكفلها الدستور أو يتحدث عنها الدستور حتى تستطيع الحكومة الإفاء بوعودها للأقليم دكتور مناف الموسوي أشكرك شكرا جزيلا هذا وكان الرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد بحث صباح اليوم مع رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني جملة من الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن اللقاء شهد توافقا مشتركا وتأكيدا على أهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات كما أكدت جانباني على استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة وتأمين العودة الكاملة للنازحين وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبر الحقيقي لإرادة العراقين واختياراتهم الديمقراطية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاربيل حملت في طياتها العديد من الملفات أبرزها النفط والغاز والمنافذ الحدودية وقد لقت ترحيبا من قادة الإقليم الذين أكدوا تعاونهم مع حكومة الكاظمي للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف رئيس الوزراء العراقي يصل إلى أربيل وفي جعبته جملة من الملفات الخاصة بشأن المنافذ الحدودية وميزانية عام 2021 والمادة 140 وحل المشاكل المتعلقة بالمنافذ الحدودية وعدد من المواضيع الأخرى يتباحثها مع الجانب الكردي في حكومة إقليم يبدو هناك إرادة سياسية متوفرة من الطرفين لحل جميع المشاكل العالقة وعلى رئيس مسألة المنافذ الحدودية والنفط والغاز وحصة الإقليم من الموازنة ومن ثم بعد ذلك هناك مشاكل أكبر ولكن نحن اليوم خطونا خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك تفاؤل أيضا في الشارع الكردي ينصح التعبير لهذه الزيارة لأنه يبدو كما أسلفت بأن هناك إرادة حقيقية لحل جميع الملفات ووضع حد لمعاناة الشعب الكردي والشعب العراقي بشكل عام الجانب الكردي بدوره رحب بهذه الزيارة وأكد تعاونه مع الحكومة المركزية ومناقشة جميع الملفات المتعلقة بين الحكومتين الجميع في إقليم كردستان متفائل بهذه الزيارة وتقرأ من هذه الزيارة النية الحقيقية للحكومة العراقية في حل حالة هذه المشاكل ولكن لا نخفي أن هناك مخاوف مخاوف من أن لا تدوم هذه العلاقات الودية بين الطرفين بسبب محاولات لبعض الأطراف المتنفذة لخلخلة الاستقرار بين الطرفين ولتخريب العلاقة مرة أخرى لكن قيادة الإقليم تؤكد على دعمها للكاظمي ودعمها للبرنامج الحكومي للكاظمي الجلوس على طاولة واحدة بين بغداد وأربيل من شأنه حل الكثير من المعوقات المتعلقة بين الحكومتين ووصولهم إلى حلول ناجعة تأخذ البلاد إلى بر الأمان للعراقية الأخبارية حسين زنقناء أربيل أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاس خارت أن حكومة الكاظمي بحاجة إلى دعم القوى السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة بلاس خارت في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية شددت على ضرورة أن تكون الانتخابات بقيادة عراقية مؤكدة أن الأمم المتحدة مكلفة بتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات الوطنية العراقية لافتة إلى أن المجتمع الدولي أبدى دعمه للعراق في مناسبات عديدة منها محاربة الإرهاب ومساعدة اللاجئين والنازحين وإعادة الاستقرار وتقديم المساعدة الانتخابية وتسير الحوارات بين بغداد وأربيل نبقى في أجوال الانتخابات المبكرة حيث أكد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي أن تحالفه مع توزيع المحافظات على ثلاث أو أربع دوائر انتخابية بحسب الكثافة السكانية مؤكدا في برنامج العاشر مع كريم حمادي أهمية توفير أفضل الظروف لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة تلبي مطالب الجمهور رأينا بالدوار المتعددة ممكن تكون المحافظة ثلاث دوائر دائرتين أو أربع دوائر حسب الكثافة السكانية ما حددنا ولكن يجب أن يكون هناك معيار الأخوان في سارون لديهم رؤية بأنه كل نائب دائرة نحن نرى بأنه هذه صعوبة أغلب الكتل رأيها إذا ذهبت مع تعدد الدوائر تذهب إلى تعدد دوائر الوسط اللي هي ربما ثلاث دوائر أو أربع دوائر وأكيد البغداد والبصر والموصل سوف يكون لها وجهة نظر باحتبار الكثافة السكانية الهدف الأساسي هو هذا القضية الملحة والنقاش الذي حصر بأنه القضية قضية مهمة جدا يجب الاحتماد على قضية أساسية في هذه الانتخابات أستاذ كريم وهي مهمة جدا أنا أعتقد أن هذه الانتخابات هي أهمية في نفس انتخابات 2005 وفي البرنامج ذاته شدد النايب عن تحالف سايرون على الربيعي على تقسيم الدوائر الانتخابية على عدد النواب في المحافظة مع مراعاة كوتا النساء رؤيتنا واضحة للجميع حقا طرحناها على كل الكتل السياسية بصراحة نزولا لرغبة الشارع العراقي بأن يكون لكل مرشح دائر الانتخابية وفق الكتافة السكانية لكل مرشح دائر الانتخابية لدينا 329 نائب 329 شيل 9 ما الكوتا يبقى 320 رؤية سايرون حسب الذكور شيل كوتا النساء 83 أمرأة يبقى عندنا 237 دائر انتخابية 237 دائر وفق استحقاق المحافظات نأخذ مثلا على سبيل المثال ميسان ميسان جد 12 الـ 12 كوتا النساء 3 يبقى 9 ميسان صير 9 دوائر انتخابية النشرة مستمرة وفيها لنزع السلاح غير المرخص واعتقال المطلوبين الرد السريع ينفذ عملية انزال جوي بأهوار ميسان موسيقى الصحة تشخص 4254 اصابة بكورونا و3579 حالة شفاء موسيقى اهلا بكم من جديد اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان بلاده ستخفض قواتها في العراق الى 2000 جندي خلال فترة قصيرة جدا ترامب اوضح خلال مؤتمر صحفي في البيت الابيض ان بلاده ستخفض قواتها في العراق والسوريا وافغانستان خلال شهرين الى ثلاثة اشهر مشيرا الى ان عدد الجنود في العراق سيصل الى 2000 في فترة قصيرة جدا وفي عمليات فرض القانون نفذت قوات الرد السريع انزالا جويا في اهوار محافظة ميسان وذكر بيان لخلية الاعلام الامنية ان ابطال الرد السريع يواصلون عملية نزع السلاح والقاء القبض على المطلوبين للقضاء حيث نفذ فوج الاستطلاع انزالا في اهوار ميسان بالاشتراك مع اللواء الاول واللواء الرابع بواسطة واسناد طيران الجيش هذا وتواصل فرقة الرد السريع عملياتها الامنية في اقضية محافظة ميسان ونواحيها والتي اسفرت عن القاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة وضبط السلاح غير المرخص في عدد من اقضية ونواحي ميسان مجمل العمليات لقوات الرد السريع التي تواصل ولليوم الرابع على التوالي متابعة تلك الجهات المطلوبة حيث تمكنت من القاء القبض على عشرة مطلوبين بتهم جنائية مختلفة ومصادرة كميات من الاسلحة والاعتدة الخفيفة والمتوسطة إضافة إلى ضبط عجلة تحتوي على مادة الكريستال في ناحية السلام وعدد من المركبات التي لا تحمل أوراق ثبوتية لليوم الرابع من عمليات نزع السلاح في محافظة ميسان مستمرون أبطال فرقة الرد السريع بعملية التفتيش وعملية القبض على المطلوبين ومواد قانونية مختلفة اليوم الأبطال في ناحية السلام وناحية العدل عثروا على عديد من الأسلحة غير مرخصة بالأضافة إلى عجلة غير أصولية تحتوي على مواد مخدرة بالأضافة إلى القاء القبض على شخص وفق مادة أربع أرهاب تم ضبط عدد من الأسلحة الغير مرخصة تم القاء القبض على أشخاص مطلوبين إلى القضاء العراق وتستهمهم إلى الجهات المطلوبين ومباشرين بالتفتيش لحد المستمرين هذه العمليات الأمنية التي تعتمد على الجانب الاستخباري في تحديد الأهداف المطلوبة أسفرت عن تحقيق أهداف مهمة رغم مرور عدة أيام على انطلاقها وسط تفاعل وترحيب الأهالي بهذه العمليات في عودة الأمن والاستقرار لمناطقهم تحققت أهداف جيدة جدا احنا أولا رحبوا بنا محافظة ميسان بالرد السريع من يجينا من بغداد لحد محافظة ميسان حتى نحقق الأمن وفرض الأمن والقانون الناس نوأهلنا بالمحافظة إضافة إلى الناس الخارجة على القانون تم إلقاء القبض عليهم ما يقارب من واحد إلى عشر نفرات احنا لازميهم بتعاون قسم الاستخبارات وشعبة الاستخبارات باللواء الرابع وتمزجهم بالسجون الناس تتمنى بصورة عامة تتمنى أنه يتواجد القطعات العسكرية بالناحية وتتواجد حتى في البيوت في سبيل السيطرة على الوضع الأمني اللي ساء نحو الأستخدار وتستمر العمليات الأمنية لفرقة الرد السريع في أغلب أقلية ونواحي ميسان لحفظ الأمن والقانون محققة العديد من الأهداف المهمة في إلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة كميات كبيرة من الاعتدة والأسلحة غير المرخصة حيدر الجيزاني العراقية الإخبارية ميسان وفي ذيقار نفذت مدرية قيادة شرطة المحافظة إجراءات استباقية لفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة وملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والأسلحة غير المرخصة لعودة الأمن والاستقرار في المحافظة شرعت القوات الأمنية في محافظة ذيقار بتطبيق خطتها الأمنية في فرض لغة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وأعطت ثمارها الأولى في القرض على عدد من المطلوبين قضائيا وملاحقة مروجي المخدرات والمتاجر بالأسلحة باشرت أجهزة الأمنية بفرض وبسط سيطرة الأمنية على عموم المحافظة بأقضيتها ونوحية من خلال تنفيذ أوامر القبض على المطلوبين بقضايا مختلفة عدت مديرية شرطة ذيقار وكذلك مديرية شؤون أفوال طواري ذيقار خطة محكمة مرنة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والوباء لأمراض الكورونا كذلك حصر السلاح بيد الدولة وهيبة الدولة وحفظ النظام في مركز المدينة والأقضاء والنواحي المواطنون عبروا عن دعمهم ومساندتهم للقوات الأمنية وأبدوا استعدادهم العالي للتعاون مع قيادة شرطة ذيقار في العمل على استثباب الأمن والاستقرار أنا أرتاح على هذه الأمور يعني فرض القانون يمشي المواطن براحته يعني يمشي مأمن على حياته نحن نريد الدولة يكون قانون قوي نريد تمسك المواطن الفقير يعني من يمشي يكون بالشارع يكون مأمن على حياته خطة كيف عليها لأنه ما كان يكون هناك شيء نظام هسه شوية قامت تتحرك على جماعة المخدرات المسدسات الكاتب البنادق كان ما حد يحاسب عليها هسه بعد ما حد يقدر حتى بالشارع يشي دستة شينوية إجراءات استباقية نفذتها قيادة شرطة ذيقار لبسط القانون وجدت صداها وارتياح كبير في نفوس المواطنين للعراقية الإخبارية محمد الهلالي الناصرية استكمالا للعمليات الأمنية في المحافظات تواصل شرطة المثنى أو تواصل شرطة المثنى تنفيذ عملية الوعد الصادق من خلال حملات أمنية استباقية واسعة أزفرت عن القاء القفض على تسعين مطلوبا بتهم جنائية مختلفة منها المتاجرة بالمخدرات ومصادرة الأسلحة غير المرخصة الوعد الصادق عنوان العملية الأمنية الجارية في محافظة المثنى لبسط الأمن وملاحقة الجهة الخارجة عن القانون العملية شهدت تحركات استباقية واسعة أزفرت عن إلقاء القفض على تسعين مطلوبا بتهم جنائية مختلفة منها المتاجرة بالمخدرات ومصادرة الأسلحة الغير مرخصة والصادرة بحقهم أوامر قضائية من المحاكم المختصة عملية الوعد الصادق اللي شملت كافة محافظات البلاد الطبقة عندنا بالمحافظة قبل أسبوع والحمد لله وشكرة كاليلة بنجاح أكثر من تسعين أمر قبض وغلبية قتول وجرائم مخدرات كذلك ضبطت عدة أسلحة اللي بحوزة المتهمين اللي صادر بحقهم أوامر قبض أبناء العشائر ومراقبون أكدوا أهمية دور عشائر المحافظة بمساندة القوات الأمنية وعدم السماح للخارجين عن القانون بحمل السلاح والتي تسيء لدورها المشرف الذي سجلته في مواجهة عصابات داعش ثورة العشائر الآن السلاح العشائر ثابت والحمد لله والشكر لا يمس إلا لكون عدو للدولة أو عدو لأرض الدولة أو عدو للعراق أو عدو للمحافظة باعتقاد اليوم أن طابع العشائر المحافظة هو موضوع ساند للجهات الأمنية خصوصا أن المحافظة هي محافظة كبيرة جدا ووقفت بوجه الإرهاب واستخدمت السلاح الموجود لدى العشائر في وجه الإرهاب ووجه داعش حاصر السلاح بيد الدولة يضمنون المؤسسة الأمنية هيبتها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية أفراد المجتمع القيام بحملات أمنية استباقية واسعة هو ما عملت عليه الأزل الأمنية في محافظة المثنى من خلال القفض على عدد من المطلوبين بجرائم جنائية مختلفة ومصادرة بعض الأسلحة للعراقية الإخبار علي كريم المثنى أعلنت وزارة الصحة تسجيل أربعة ألاف ومئتين واربع وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وأشارت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا تشخيص ثلاثة آلاف خمس مائة وتسع وسبعين حالة شفاء فيما تم تسجيل تسعا وتسعين حالة وفاء جديدة تسعين حالة شفاء 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 اشتركوا في القناة 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 الله أكبر لا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد توقف دام اكثر من ستة اشهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والكفوف الفريضة المقدسة اشتركوا في القناة 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 الناس يحاولون أن يدخلون بدون ما يلتزمون بالإجراءات الوقائية بالنسبة لكمامة والقفازات وقفوا موظف الاستعلامات وما يجعلهم يدخلون إلى أن يلتزموا بهذا الشيء إما يطلع بره يشتري الكمامات ويلتزم بيها أو يحاولون يدبروا لكمامات حتى يسهلون أمره وبمرور الزمن يصبح المواطن أكثر إدراكا بما يخلفه وباء كورونا من آثار سلبية على الفرد أو المجتمع ومن هذا المنطلق بدأ الكثيرون يأخذون مدى خطر الجائحة على محمل الجد وتلافيه باتخاذ الإجراءات الوقائية المقررة أينما يجد نفسه وبالأحرى في أروقة المؤسسات التي تشهد ارتيادا كبيرا للمراجعين في بداية الوباء حقيقة كان الالتزام ضعيف ويبدو أنه المواطن غير مقتنع بالوباء لكن بعد مرور الزمن لاحظنا أنه التزام المراجعين والمواطنين بشكل عام التزموا بتعليمات خلية الأزمة بشكل فعال مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في محافظة دهوك واكتضاض مراكز الحجر الصحي بدأت الملكات الصحية تتبع نظام الحجر المنزلي لعلاج المصابين بالفيروس دخلت محافظة دهوك في مرحلة خطيرة من تفشي فيروس كورونا حيث ارتفع معدل الإصابات إلى أرقام غير مسبوقة وبالتالي شكل هذا الأمر ضغطا على المستشفيات الثلاث المخصصة لاستقبال المصابين في المحافظة مما اضطر دائرة الصحة إلى توجيه المواطنين بالحجر المنزلي في حالة الإصابة بالمرض بالمقابل ستوفر دائرة الصحة العلاجات اللازمة لهم أما المستشفيات فإنها ستستقبل الحالات الخطيرة والحرجة من المصابين بهذا المرض أعداد المرضى بازدياد وأعراض المرضى اللي بحاجة إلى الرقود في المستشفيات أيضا بازدياد المحتاجين للأكسجين أو أجهزة تنفس الاصطناعي أيضا يوميا هناك حالات خطرة جدا وهناك حالات وفيات أيضا حاليا هناك ثلاث مستشفيات يستقبلونها المرضى ولكن معظم المرضى اللي هم ما بحاجة إلى المستشفى الباقين في البيت في الحجر الصحي وبحاجة إلى متابعة من الكوادر الطبية دائرة الصحة ومن خلال نشراتها التوعوية أكدت على المواطن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية خصوصا في الأماكن العامة وعدم إقامة التجمعات من أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس في هذه الفترة الحريجة هناك دائرة صحة دوك أخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين من المرضى وخاصة في الأماكن العامة يعني لازم يلبسون الكمامات داخل السوق والأماكن العامة تظافرت الجهود لإحتواء أزمة تفشي فيروس كورونا في محافظة دوهوك من خلال توعية المواطنين وتوفير العلاج لهم داخل المنازل سرائيات العراقية الإخبارية دوهوك أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 40557 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسعمائة وثلاث وثمانين وفاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وسجلت البرازيل أكثر من أربعة ملايين ومئتي مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 129522 وفاة وفقا لآخر الإحصاء سجلت وزارة الصحة المصرية 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث عشرة حالة وفاة وأكدت الوزارة شفاء 908 مصابين ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 81597 حالة وبلغ العدد الكلي للإصابات بكورونا في مصر 1557 حالة بينها 81597 حالة شفاء و5590 حالة وفاة ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى 147 بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل أربع وفيات وخمس وستين إصابة وذكرت الوزارة أن أجمال الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 4416 إصابة بينها 797 حالة شفاء 17 منها سجلت اليوم هز انفجار ضخم مستودع للأسلحة في قاعدة عسكرية بمحافظة الزرقاء الأردنية وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضائلة إن انفجار وقع بمستودع يحتوي على قنابل غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة مضيفا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب وذكرت وسائل وعلام سورية أن قوات الجيش أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل أهدافها يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الإسرائيلية مستهدفة الكثير من المواقع الحيوية والعسكرية في دمشق وعدد من المحافظات السورية توصل طرفان نزاع في ليبيا في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في المغرب إلى اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها بحسب البيان الختامي للاجتماع وجمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان الطبرق المؤيد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر اتفقت فرنسا واليونان على معاقبة تركيا إذا لم تسحب سفنها وتوقف انتهاكاتها في شرق البحر المتوسط واعتبرت باريس وأثناء أن سلوك تركيا المرفوضة يتطلب رداً أوروبياً حازماً الرئيس الفرنسي مانويل ماغرون خلال اجتماع رؤساء السبع دول المطلعة للبحر المتوسط دعا تركيا إلى وقف تحركاتها الأحادية الجانب وعمليات التنقيب غير المشروعة في البحر المتوسط نشرة تنتهت شكراً لكراً والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة